ايفام كودنوف مروم معموري على ايفام احلى غاديو دونك صاحفينو كل عادة في الفلاتو صباح النوش صباح الورد صباح الفل منور صاحفينو منور صاحفينو لك الجي تبيض جاء تصبيحك لك باش نعدل قررت اني نعدل بيناتكو اه محلي العدل نهاركم زين وردائت والدين صباح الفل للنس كل ان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع وكل عادة ان شاء الله نكونوا خفيف ضل عليكم بالاخبار متاعنا و3DGG وغنيات محمد وفازيت مروة وحكاية تينا بانسور حزيت مروة في الغشيخ طبعا نقولكم شو ما فازيت يخط مزيد مع ربتون سينان جوي سابع حنون فلنين متاع الالكيب مرسي وفلنين متاع الالكيب ومتاع المستمعين كل متاع تونس وردان العربي والعالم وكل ان شاء الله تاو متاع الالكيب على عيني راسي ويشرفني محليا ديما الدخل بتاع وسامة نهاركم زين وردائت الوالدين نفكرني بالدخل ديما نتاع المرحوم نجيب الخطاب مريضة الله ورداء الوالدين اكيد والله يرحم وربي يرحم اللي توفي وربي يراضي علينا ولدين ان شاء الله نهاركم زين ناس كل بداية اسبوع ان شاء الله هاكا محلها فرحة وشميسة محلها ولون وشاء الله ربي يرحمنا هاكا شوية وان شاء الله تقضيوا معنا كيل عادة وخير من العادة ان شاء الله وقاية تحلو وقاية تحلو في انتذار انا نمشيو شوي اخر لسا معني مع محمد جبالي ذا كلتنا المرجع على محمد على سؤيل محمد شو تحبو تسمعو ونحاولو كل مرة اننا ناخدو بخاطر المستمعين ونسمعو اي غنية تحبو عليها بصوت محمد جبالي جي جي ملكة الترنديت والاقبال بونجور بونجور صباح النور صباح الفل على وسمعنا كل تحاشلكم برشا في المكانت خليتو علينا بلاسا وانا متأكدر احنا ستدخلين عليكم بلاسا نحبكم برشا ونبوسكم برشا سنو ان شاء الله تعديوا معنا وقت تصير مزيين كيفكم انتم اللي تسموا فينا ولي تتفرجوا فينا علي يا فهم تي في قبل ما نمشيو للدخلة بصوت جبالي نبدو بها كل جمعة كل نهار اثنين هكيد نلقا والدخلة بشي قولي ليه اثنين واربع جمعة اما نبدو بها الجمعة دخلت نهار اثنين دي ما سبيسيال هنقول للمستمعين شنوي سانا فيهم اليوم في كواد نوف سؤال الحلقة كي ما تعودتوا اليوم يقول شنية مقاييس النجاح حسب رايكم تلقاوا السؤال على الباش فيسبوك تانا غاديو يا فهم تحطونا لكومنتيغ بتاعكم وحنا بعدنا هم نطلع أكيد على لكومنتيغ اللي بيجاوبنا على سؤال اليوم لكي بكي العادة والفنين الممثلة التونسية المقيمة بمصر زي دام سان جي بيش تكون ديفتنا مباشرة من مصر سينو في تران ديت جي جي اللي عاملين بالبلة في الفيسبوك سيوزيو غلي غيزو سيوزيو احنا بيتنا يزدمونا راهو تران ديت جي جي خطنا نعرفو في معلومات ما ما نعرفوها مش قبل اليوم بيش نعرفو مين جيت حكاية شهر العسل هالنوسيون هذي لتعم برشا مشاكل في العرز برشا مشاكل باللي وليت حاجة ضرورية الناس وليت تتسلف باش تمشي لشهر العسل تاخذ قروضات باش تعم بياجدو الناس مين جيت نسيو هذي كيفيش بديت حكاية شهر العسل سينو بيش نعرفو من هم الأشخاص العسر كلمة نقول فيها اول مرة نقول كلمة مرة شنو معناها صدقوني انا قريتها من ورغتك مفلمت هيك اي 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 انا انا نقول اللي يتقالي بديت العسل انا نشوفهم بعض حملية مسؤولية سينو في غنية وحكاية مع محمد جبالي اليوم مش نعرفو شنية حكايت يا ذريفة طول كيفيش تكتبت الغنية وعليش وشو ما اللي كونديسيون ولا الاسباب بلخالية الغنية هذي تتكتب هذي اللي سانا فيكم اليوم في فما تتسويت الدخلة مع محمد جبالي محمد الدخلة ما تعرفوني الحب دي ما اشركوا معي بصراحة اكي باش نحضروا لتغنية وانتوما معاين في الكورا الف الصيف وفكرتولي ساعات وانا معتا ساعات انتوما ولا حات المستمعين نقولي محمد ايش بدنا شوي اغنيات من قدوم والله داير ولت البارح دلي عمر بعضتلي اغنية عقال الاربع متاع صباح حاط الوتيوب تفرج في غنيتي طو وتفكر طول عند نهارين هذي تحكي في كلامك رموز معاني قالي محمد امار غنيتك هذي اي مصدقش انا مصدق انا مصدق هذي غنيتي شبيدي لا انا نعود الصحافة من روز جديد لا هكا الغنينا عرفوا حفظتنا في بليش غنيتي هذي غنيتي ياسر محليها عراقية لا هي هذي كلام منصف البلدي ولا احني انا اما صورتها في العراق وقتا مشيت سبعة سعين العراق وصورتها في العراق محمد اغنية انا عندي وها اليوم موجود عادل ولا تفكرت اغنية اخرى ويصرتو ركز على الشانسون اللي فهم معتا كران الغنية انا بشو نقول انا بشو لو صدفة قابلتك مثلا وحكينا وعجبتك مثلا شي صحكي ومش امتعل بيكان بيش تحكي بعد ما نكمل الكرة الان مستحي لخطر انتي ديما ما تعدي ليش انا عدي بش غنيه هرا مجموع بعد فردا فردا عندك كعبة مثلا وعندك كعبة مثلا بزوز انوا ازمعنا 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 احنا قال الاخر المخبي على حباب عذاب ونحكي وجي جي محلها تو برش الناس يمكن فهم اللي يفهم وفهم اللي مفهموش حكاية مفالا سادة مستمعين تسمو فينا بعد اذن طبعا جي جي هكا تذهك بش تبدو معنا فالفاهمين الحكاية كل شي وسألت مروة درشنية طبع حكاية انا قلتها رو جي جي اعطاها ربي حاجة محلها في سوتا ها هكا او لا مولنا نتكلم جي جي بعد اذن اي متساعد لا والله لا تقول لي هكا برشا كيفا رابا فما برشا وحلوة والله حلوة ومحلية مفهمش برشا كيفا في الاعليم لا في الاعليم مفهمش كيفا ما نحكي الحرفة ذاكي فيشون تخوها اما هي عمي عطيتها الشرم بل الكلور معنا ديشوفو والنوار مع ما فالن تطلع كليب مع العالم جي جي تكتب بالفاز دا خاطر اهي من البيت الحكاية في جروب الواتساب متاع اللي كيب رفيش نحكيو ما نقولكو فاش نحكيو هدي دخالي ما رجل اي احنا حكيو نحكيو اي احنا حكيو جي جي غارت شوي على محمد يخي قلت مفلن نسي جغنقول انا اخترح مونيش راو اي بي انا الاشاعات انا نمشي اشاعات ورايا منين من الايكيب مش ممبررة بي هاد جي جي غارت على محمد انتم كامل معجبات وغيرهم في الايكيب اه في الجروب الواتساب يخي درافش تحكي قالت مفلن انا انا سيبت اللي يحكي في كل وشديدتي مفلن بلفين كنريتها بلفين ما شبها ولمحلين حولت والله بنينة مفلن محمد قرر بش يغني يهدي اغنية لجي جي مفلن بش نهديها اولا نسمحوني المحلن غنيوها مفلن ولا مفلن هدا سؤات والله شو شو احنا وضميرنا مفلن مش بش توتيك وسامو بعد نقفلة بتبيعها مع جي جي مش قلت سودفا قبلتك مثلا مش قول مثلا لو سودفا قبلتك مثلا وحكينا واعجبتك ماosen جي جي طوي لو سودفا قبلتك خفل وحكينا وعجبتك اكرا با 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 مفلن خفنا ملح والساد وحددنا ميعاد شربنا قيوة اسمعنا غنيوة وتواعدنا امان مفلن مفلن لقوا نسلم نواضح للياس ما فينا ويتفرجوا فينا زيدا الينا نحكي معنا في الموضوع مهم نلقى مروة تفحك مفهمتش بعد رجعت القيتها كريتوها بالفيرع ايه كلاس كلاس لقوا زادتو هاكا بدتلك الكلمات امان مفلن امان اللي بيش نفركس لك على فضيحة لزمني نحكيها للزي ربي بق علينا الفضايا حي جي جي ربي بق علينا السطر بشف سطني جميع وسيمة انا الفتاة النظيفة ومن غادي خطير انا والله مرهيش فضيحة جي 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 الراهل الجو الحلو من يباتنا وكهوم على واليس خاصة ندلل عليك في حاجة مفلن مفلن انا حاسك شان تعديو الكل في بينك وليت ساعات دخج معايا في ولا في والله والله كبدأ رحكي مع الجزيف تاليفون اه انا البرح نحكي انا مروة اه دراشنية هيفا هيفا قلت لها هيفا محبيتش نقول لها قلت مروة اما لحبش نحبطها لها رحب تحسي شرم اخر ? شيء قبير في وزنا مرحل. في وزنا مرحلت المخذب الخاطر لاييي متأكدة هدي النفوس يا اسما قبل ما نمشي للكوز بسافيسع جبالي في تقيقة شه هي اغنية بصوتك بسايش تاخذ بخات المستمعي باقي عملتلي وعملتلك كرييري بداية اسناء قط لك خمم خلوة متوفق عاللوفر بتاع كواب نوف يا ستار وكهوة يا ستار غني تهلي تبيلة في القوف يا سمح لها حلف الامر ياري أوكي حلف الامر يا مين وقلي يا حلوة ساعة ما شافك حلف الامر يا امر يا امر يا مين وقلي يا حلوة ساعة ما شافك في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملة أوصافك يا روحي الله 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 شو احنا مستمتعين والمستمعين مستمتعين ويمين الملكي في اليافهم تيبي مغادي قدامي مستمتع الناس سيرين بجة دايوغن حيوم جاوكم حلو طل الهوى بحلى عيون 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 قال للدوى بين الجفون والسحر هام بألف لون والشعر غافي عكتافي عيني 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 عالهوى في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملة أوصافك يا روحي الله الله هلا هلا فهم أخي من هاكا نبدأ بيسباحنا دكتو ما تسمعوا في كوادناف كمين معاكم اللحديش وقايت نبدأ و خلينا نبدأ ولي رو بغيك بشنوها بالكويس خنختبر الرشاة أنا عندي اعتيرات سمحت طو كتبوها في اللي كنون في الداخل محمد جبالي وفكرنا بغناية مثلا حتوها مثلا نور ما موتت حت ما فالان يا مالكي ما فالان أنا بش مبدأ لها خط الغناية معاش مثلا هاتكش مبدأ لها تنسويت أنا اليومي ذهري مانيش يسر في حاجة باش نختبر ناشاة لكيب على خاطر ظهرين ما شاء الله عليهم ناشتين أما كميم خاطر غبيك كذي يحبوها للمستمعين بكل وشوفوش كونشير بحط جوكيغل بش منعوه منفارتو السويت في الكويس سوئل سمحوا سملا عليك سوئل اسألتوا عايشكم شو ما محليكم يا جميع سوئل اسألتوا رانا وققا رانا فما اتحاد الاتحاد الطوى سوئل سألتوا سألتوا القسيمة دياغ فوست الجامعة ما قالوش ايجابة توت سويفنا سألو واول واحد بشي جيوب حال السوئلة ذاية بشير بح اكيد الايجابة القول لكها ومش الجوكيغل قول ما الصوت لذي يزيره الفيل عملت روشير شيتي بان سور انا نقعد مغير ايجابة قدما مستمعين هوين اتصدق وقت اللي عجزت على الايجابة مين با عملت روشير لاينا روح للدار ديريك نعمل روشيخ سيرين يرحم ويديك سيرين ما تخليني ينقص حتى معلومة ما الصوت عندك ايجابة ما عنديش جي جي لا ما عندي جبالي لا في في زع مصدر فير انا الفيل ما نحسوش يتكلم من الايساس يتكلم يتكلم ملا مش نقولكم ايجابة بحقب لا لا ما تقوليش الايجابة سهلا نعطينا الحرف لون نا نون نون اا نفير مم حاجة تنفر لي جي بلا لا نفير نفير نفني جي بق عادي موجودة حاجة مشتقة من حاجة كي انساني باية كل بشارة هاي ناهيم برافو جي جي ناهيم جي جي ماهيد عرفتك ناسا مني انساني باية كل بشارة هاي ايهيم عمركم ما سمعتوا صوت فى في في البلف أدير قبل وقليك ديو تفرجوا فى ماوكلي ولا حاجة كالسودة 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 لانا تركو ماوكلي بش يتكلم feito على الغابة. يحكم على القطيع متاعه. هكيكة تعرفوا اللي فيل يمشي بالقطيع. ما هو اكبر مشروع هندسي في تاريخ البشرية وموجودة في بلاد عربية? اكبر مشروع هندسي. اه متاع دبي اذك برج خليفة دبي. برج خليفة. لا قبل برج خليفة. عجبني ايميل ملكي قادم مبدعة. نختبر رشاة لكيب المستمعين في الكوز جيبوا معنا على الاسألة الفقافية. 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 نزافية. حلو. وليس لحني لازم يكلام الموحامي بتاعي. حلو. 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 يلا ما هو اكبر مشروع هندسي في تاريخ البشرية. اكبر مشروع هندسي في تاريخ البشرية هو. اه. 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 بتاريخ بشرية. هالا أهرامات. لا. النيل لم تم التفتاح المشروع هتيه عام متسع والساتين الف اثمانية وتسع والساتين بشي سهل�و بتجارة عالمية. سهلة عال descendants. قناة سويس. قناة سويس. قناة سويس. شو انت كعملت هاكا مشاهن نيل لنا. هي مشروع عنده سي نيل. ليه اللي عليك بتغني جيجيكة الحاس ليه الحاس. اي. غني جيجيكة هام. بكم جي llegيجيكة구. اصلاة صحيحة مش هلليك جي جي ما شالله اي سؤال يقول سور ماكش عادتها الاسئلة يا سيرينا طوا انتي قلت انسان شا نهم جاية من نهم انتي قاعدة تسهل انتي قلت هاكتو شنية طواعي برات انا المسيبة لي انا نسهل وانتم ما ما كمش تلقاوا فيها لا 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 شوف جي جي ما شالله عليها سامحني وقت اللي كنا في السالدوينيون شكون انشط واحدة في اللي كي جي جي وقاعدة تحكي وتاكل يسر ذاو جي جي هكو علي اسم الله عليها مش نقص خمسة وخمية عليك اليوم دونك هي اكثر واحدة ناشطة انتي دوبة تسهل الاجابة وهي تلقفها ما شالله هيدو يمنعش ما شالله عليها بي انا راني سيدا المستمعين والموشيندين راني انا انسان مفقفة دي ما يشقوا في قدراتي ديفو عليها وبلوس انا قايمة من خمسة ونص يعني توا عندي ديجا نص نهاء خامشين رسوئيل الاخر هي جي بتسيحة عندي دونك هولي اللي هنا مفصولة شكون اليوم ما صاحب الجوكير سوئيل يقول ما هي اكتر الدول انتاجا للذهب في العالم غانا غانا نيجيريا جيبه واحدة نيجيريا ما بدخلوش فاك الحروب بيت مكسيك بعدو 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 مش في افريقيا لا بعدو للكوكب الاخر اه روسيا كوكب الاخر كوكب تي معناها اكثر اه اه بعدو روسيا في المرتبة ثالثة استراليا في المرتبة الثانية اه 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 امريكا الصين الصين جي جي كوكب موش امان ماشاء الله عجيس هاي متشبشة كوكب على اساس فما بليد في كوكب ايه ايه نقصد معناها ثقافة بعيدة برشة بليد في بعيدة برشة ايه ايه اكثر هي ديجا يقول عليها الصين في كوكب اخر بالحق انا 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 تخبي فيش حتى روسيا في المرتبة الثالثة بالحق أستراليا في المرتبة الثانية بالحق والصين في المرتبة الأولى سين في المرتبة الأولى أو البلاد في العالم أكثر انتجاً لذهاب الجوكيغ اليوم في أول الأسبوع منحظة شكون منحظة لا جي جي أما السيبيان تفرحون ومستغلين والمعنى هذي معنى قيمة الذهاب الكبيرة في مشاريع مهمة في الصين يمكن كي جيت بلاد أخرى يوم نمشي وتو تشويت بش نكتشف أما سيرقوا برشا ذهاب بالدول الأفريقية دا يا غا الدول الاستعمارية كي استعمرت بعض أما أفريقيا من بلدين منجا للذهاب معناها نحكي بسحيطة أما مش ذهاب بلوتو خنصالح المحلي منطقة أفريقيا الماس أما الذهاب نمشي لأستراليا والصين وغيرهم سينو وقايت نمشي لتراندة جي جي وقايت نعرفو شنية حكاية شهر حصل شكون أول واحد نطلع عنا بطلع هذي لقايتنا في برشا بشكل تود سويت في تراندة جي جي منطقة محلي نحكي لكم على الحيال التسويقية قبل ما نبدأ في شهر العسل نحكي شوي على الحيال التسويقية اللي في مغلبها نشحة من جمش نحكي على الحيال التسويقية من غير ما نحكي على سيلفان كلودمان اللي كان عنده مغازا ولاحظ انو الناس بعد ما تتمليه هذيك السلة متاحهم اللي تبدا في ديهم الصغرونة يتوقفوا على الشريين معنى يا قلك يلزمني حل على خطر اونجيني غالك السلة صعف هذيك في ساعة تتمليه فقام بابتكار عارة بيت التسوق عام 1936 واللي القات رفض كبير من الناس الكل انسي قتلك ماهيش مزينا الشكل متاحه ماعجبهمش والرجال حسوا اللي فيها نوع من الضعف معناها كمسينا ما نجمش نهز السلة متاعي في يدي بش ندز العربة دونك ما ما قبلو هاش الفكرة شنو ويعمل جولدمان اللي هو دهية في التسويق مشي كرينسي ورجالوا قاعدوا يدوروا في المغازا متاعوا بهيك الشريويت هذوك ما دونك شصار للعبيد حسوها حاجة يسر مزينا دونك من وقتها واللي ويستعملوا العربيد متاع التسويق انتشرت هذيك الحكاية واللي والعبيد الكل اول ما تدخل المغازان تفركس عليك الشغيو عرب التسويق جسو معاملوا احسائيات القاولين المغازات الصغيرة اللي ما فيهاش لشغيو الكبار ما تصورش فلوس قد اللي فيها لشغيو على خاطر حتى انتي بالعين دي ما تحس الشغيو متاعك فارغ دونك تبدأ تحاول بش تخليه يتعب زيدا كيف كيف ما نجمش ما نحكيش على الحكاية متاع كيس الشيك اللي تحطوا في الكيسين الانفوزيون هذي كمجيش باغازاغ على خاطر فما سيد اللي هو دي يا زيدا فيه فيه الشي اللعبته هو توماس هذي نهار حبي يضع دي زي شانتشون للزبائن متاعوا بشي دوقهم منتوج جديد دونك العولة بالمعدنية تتكلفلو برشا حاطهم فيه ساشيات صغار الكليونيت مشي في بينهم يتحطوا في الماء ومن وقتها عجبتهم الفكرة وبيانسو غداية استغلها ووليت لليوم من اكبر صناعة الشي هي عن توماس والفكرة هذيكا تبوها برشا ماركيت اخرين وليلفت انتي بهي لليوم الافكار الغريبة والعجيبة زيدا مؤخرا مروا رينا متجر ما لبس نسائية في السين بدل لي منكال البلاستيك بمنسي حقيقيات ها يمشي جو عتبية هي صارت تقبل صارت تقبل اما يقفو في الفيتخين تلق امرأة تخدم بالسويع تقفو في الفيتخين تعرف الملابس وهو احلى من انها تكون اما الغريب المرهيذي انهم مشو على التبي دوسبوع يمشو عتبية برشا بوليميك صارت فمع بيت قالوا هذي يقصي هذي للمرأة وما يجيش وكيفيش وما يجيش فما لي مانكا يخذه في برشا فلوس اي دي مانكا بش تمشي على بوديوم ما ما تحط ليش معناي هذيك عبارة تجار بالبشرين انا نعتبرها سامحة كل واحد كيفيش يشوفها كان منعرش في الصين ما ما خايب الصورة بستسفير ايه تمسوا يحطك مانكا في فيترين عامل هكا بستسفير با مرأة ولا راجل معناي كلك سواء ما ما خايب الصورة متاع مشيتو اذيك عليه اثار جدل هي لحكي مراش يكون سيفر البلد فيها كل سيغان سيغان مرأة سيغان تبين انو فيها حيلة لحكيه على او عمل لاني ماشيون جدا واكثر الفرانشيز والغستوران في العالم عملوا حيال تنهار نحكي لكم نحكي شوية على الحيالة دوما حيالة رهيبة وهوني ارجعنا لحكاية محمد جبيدي مارل فيك نحكي يعني يظل اول فكرة جات للتسويق واشهار هي من خلال غناية كل المليحة في الخمار الاسودي اللي التاجر متاع الاقمشة تباع الالوان الكل الا القماش اللون الاسود ويلزم ويروح يرجع لبلاده ما تباعش القماش الاسود جات الفكرة انه فهما شاعر معروف من المنخذيك قالوا بالله القماش متاع ما تباعش شوف تعملش شاعرك قالوا راني اعتزلت واعتكفت في بيت ربي سبحانه ما نحبش كيش هد فيه سحية وقالوا باش نرجع ويزمني فلوس وعيلتي وقت اكتب قل المليحة في الخمار الاسود ماذا فعلتي بناسي كن متعبدي قد كان شمر للصلاة ثيابه لما وقفت له بباب المسجد سمعوا انساء ذوكم وقالوا كيفاش انسان متعبد من قلوة شنية اش سر فالقماش لك حالا داي ولو الكل قماش لك حالكله تباع كيما الاخر حاجة ونقف له عالوقت محمد كيما في في امريكا في بلاسة في امريكا واحد حبيب يعدارو دارو تسوى ام مليون دو دولار معنطها كيما نقولو مليار مثلا تونسي قال الدار هذيكا فيها خارجين عليها برشة اشاعات ليهي مسكونة ليهي مبروكة بلغتنا ليهي ما ما تبعتش شمشي عمل مشي عمل لك البنوة التيكية ناسيب كل تسوى دولار وحت انونس قال الدار هذي باش تتبيع بدولار واحد بعد كل واحد يشير ديكا بدولار وش تعمل تيغاجو سوق قرعة يشكون بشير بحد دار يبيع الدار بعشرين مليون دولار هي تسوى مليون دولار مقاها حتى حد ما تبش نوريك كل حيال اللي ليس بطير وما تعاقبش خاطر من حقه تشوف في التسويق غياني غاتوية راه وكل شي محسوب وكل شي راهو دراسة وعلم وحاجة يقفو عليها عباد حتى كتمشي مثلا للغران سورفاس للغران سورفاس تلقى لبخودوية بوغنفان من اللوطة علش من اللوطة خاطر فالشون فيزويل متاع الزغار باش تبوير levels تعمل هو يحط لك في الكيسة حاجات دي تخيك شوك repentance حلوة حاجات صغار مش انتي تجي خارج بس تخلص ت assessing تزيد تشري الصغير خاطر الصغير بش تليقاهم قدامو سورتوك الحاجات اللي ملونا أو كله فيهم الألوان وفيهم كياتيق والخالين دايوغ أغلى الماركات تلقاهم موجودين قبل الكيس خلين دي عليش مخلين مكازان كيم لو حاطين هم لي باحذ الكيس. اي. بشي شريوك فيهم بالسيف. خطر الصغير يشريك يبدأ في الصف يقلق مع ابوه ولا امه ويستنى. دونك يولي يشريك. انا صارت لي وكيه صارت لكم. اه? اه? انا صارت لي وكيه صارت لي تبدأ. كل بارشة. ايه. 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 والي بخدوي فاق يحطوهم قد قد انتي فرطول انتي وياهم. اه. شفتم هادوكم اللي اللي نياغ اللي في الماركز. هادوكم تدفع ليهم براوة. بان سيغ الماركت تبدأ تتخاطف في احسن بلاسة بيش تحط فيها. وحتى اللي بونتغانس مروة ما بين الماركت لعالمات التجارية وفتي تبدأ تنافس في بعضها. اه نلقاو دهيء غريب وعجيب راوة. وفما شكوني طيح ماركتو بالعاني هو. اريت البارح اشهار بين مارساديس وبيه. حاجة حاجة بالرسمي. من عشان حذرت التصويرها. من عشان كنت نجم تتعدى ولا ليه. كان يمان عندها التصويرها. اما بالحق تعرفوا اللي عندك بيام محمد. عند اللي المميزة لسيارة بيام. حطتها مارساديس كاينها سجن. كاينها سجن معناه. اي 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 اي. ويخزر من البرة اللي كراها بمرساديس محطوطين. هكا. يا اخي بيام كي راجعت لها من عشكو نسبق لهنا. كي راجعت لها حتى استبل متاع خيول. معناه يمكن الف حصان. اي. لداخل في وسطك الشباك. اي. 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 معناه يراني اقوى منك. اي. فهمني يراني انا البويسانس. انا القوة. اي. انا الميل شوفوه. انا اللي شوفوه. محليها محليها المنابسة. محليها كل عمي بتاعه. يلا خامشون اخبر لي باته. مروح قبل ما نكمل نحب نقول العواطف حمدي صديقتنا المستمع مع الوخي اراني والله نشتي ونعود نصيف على خطر الدنيا اليوم حاولت صغلت. بركزة مع جيهن. يا ولدي قد تجي ديسمبر تخلو هي اهلا. 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 ديسمبر تخلو وهي مازلت. تحييه المسامعيني كنت تحيه المهدوش بك يقولي. يا رب رب يسلم علي تحييلي. يلا خنشي معتها. فكرت ليل فازا ذا حكيتني للدعاية. وقتا مشين تغنين في البيوس فنانين. مع فرقة الوطنية. فنانة لا داع ذاك رسمة. وقتا بديتك الموذع ما عنديش بكاتر فان تريس كاتورز اللي في الطريق. قلت لها بتعرفش علش اللي بانو ذو بتاع الشهر عالش عاملو. قتل باش واحد ما يقلقش في اثنية كيبدا في الطريق اللي تلا يتفرج. ويفلصونا. ويفلصونا صحيك. يلا جيجين. مش نحكي لكم. طوى على شهر العصال. شهر العصال اللي ما كان عنده حتى علاقة لبالي. آآ لب تركيا. لب تركيا. لب دروم. ما عنده حتى علاقة بالماني. هو والفلوس بالقدر شهر العصال. ما فهمش كيفيش وصلنا لنا. احنا ولد فيه ميزانية ترصد قبل الزواج الشهر العصال. يا سيدك يا بن سيدك الشهر العصال. القصة هذية طلعت في رومانيا. في رومانيا كانت عندهم عادة من العويد امتيحهم. انهم يعطيوا للعرايس. يشربوهم مزيج من العصال والماء. بندن شهر كامل. والعروسة. معنا يكتبنا صديق اليوم. منهارة صديق لشهر اخر. واحنا نشربو في الماء والعصال. مهونية خرجت العادة هذية. وكيما قلت لكم عندها حتى علاقة بالمصروف. العصال هذية حكيته غريبة وعجيبة. خاتل قائس تحسينها في اوروبا وبقية العالم. اللي عجبتهم الحكاية هذية. والفيل البيهي متاع الماء والعصال. واللي عنده برشة فوائد صحية للازواج. وفما رواية اخرى تقول اللي قبل الاف السنين. البابليين كانت عندهم تقديم شراب مخصص. يخمروا العصال المدة طويلة. وبعدك يشربوه في اول شهر قمري بعد الزواج. ولهنين نشوفو اللي مسكين شهر العصال باري من سكر الطيارات. وباري من غيزيرفاسيون دوتيل. وباري من الستغيم تاع انستغرام. وما عنده حتى علاقة بالفلوس. هاي اذية فرح باشا نيس. الاخبار اذية انا متأكدة. لكن اليوم فيسا فيس عبر بيناقشو الموضوع اذية. اللي شعر العصال وليه الضرورة وكأنو ضرورة بيانسور. وفما نيس ساعات ما تقدرش باش تمشي شعر العصال تاخذ لباس وسماء. فما ماء سيرين كتحب تنجم ماء وسماء. ماء. ماء. ماء جيبو لي ماء. جيبو لي ماء دايما زلنا شعر فيك ما عمال شعر العصال يوسيما. لأ عمال على قوية زيادة. لأ نحكي بالنسبة للماء والعصال اللي تشربه مش نحكي طيارات ومصروف. والله اللي العصال شفاء لكل داي. اه دونك اه بصراحة كل حاجة نعملها سورتو كنغلي بعض الاعشاب سامحوني. اه نحط في شوي عصال خاطرنا من اللي العصال. حاطينا انا نحب سباحنا كل عصال. متوي. لحظة تاريخية مصر. ربي فضل. تحكي بعيد جي جي في بيك. تخيل عندك ميكروت دوربي بابيون خفات مش كرافاترا. شلق بالفازة لو ما شلق. انا منيش بسطقة بيه. من معزة اوسي ما عطيتو الدبوزة متاعي لما نسلفها لحات حات. اعتيك الصحة. شوفهم هنا قيمة المحبة اللي بيناتنا اللي في البلاتور فور. كمالت محمد مغرت شو ولا حاش. لا 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 لا. لا لا لا. هذيك محمد نعتي عيوني انا. جماعة يلا خنكملوا. محمد فكرة شهر العسل هل تأمن اليوم اللي اي زوجي نزو ما مشيوه شهر عسل يعني حاجة ضرورية كن يقدر بيانصور. ليه علش. علش الضرورية. مش الضرورية معناه. ليه ليه. ما شو الضرورية لحكاية معناه. فما فما الناس يمكن تحب تركز فيها وزعمها شهر العسل. لكن بقى اهم شي خليهم شهر العسل كيفاش بيشتده شهر العسل. شو معناها. كيفاش بيش يتعدى. اه بش يتعدى اوكي اي. اي. ليه مهر ليس. وما هو مدين بليه. وامر. صحي. مر يا محمد. ملاحظوش في التطور اللي صار شهر العسل كن ويكان في الحمامات ويكان في تبرقه. وجربة. اي وجربة. لما نستطع الى يسابه الآن. ولا ويكان في اسطنبول ويكان في بالي. ويكان نقصد اسبوع. ويكان في بالي. اسبوع. والله ويكان في بالي. والله ينبشي بيكان تجي كان عدد محافظة لكل محافظة لكل ميكان. معناها العبيد قاعدة تتطور. دونك العادية اذو ما راهم صنعوهم عبيد. ما عرفوش تارف خليهم وين. وحلو فيهم الناس البوسطة. رفهم عبيد قلت مرة ومرة يفت يضغطوا على رواحهم. يكرديوا. معناها يتسلفوا بش يمشيوا. والله الشهر العسل قبل اردية. جوزت هو بش يرذي مرتو. وجوزت هو بش يرذي العبيد. وعيلت مرتو. وجوزت هي بش طلقة ما تبرتاجي على الاستورية انستجرام. قلو كوي راو حتى جربة سمحني معناها مش مقصرة معاكم راي خير من المالديف. راو بالحق راو جربة والله العظيم تمشي تشيخ. مسيليش راو بنشي. شكولت انا دو ترسي. معناها راو اذا كان مش مقدورك بش تمشي البالي. اذا كان مش مقدورك بش تمشي التركيا. ايها دوي. ولا السويسرا. برا الجربة راو ما في حتى مشكلة راو. انا برشا بلايس حلو. والله شو شو شو. فهمها حكاية خناعات. ايه. اما اذا بش تمرد وتتكردي. انا ما فيه مش عاليش تتكردي. ناجم كما قلت في تونس اما بلايس حلو. هي الفكرة شنية زعمها هاوكا بعد عرص مشينا هاكا في وتيل وهاكا اربعة فهمني. وكل قدير القادر. اهم شي من هذا الكل وراو التفاهم ومعناها والهنا معناها. نحكيكم على غريبة صارت في اغلب حالات التعليق حكيت عليها في السيف. اغرب حالة انهم ازواج مشين في شهر العسل. اه قبل من اكتشف برشة حالي الطاليق اللي بغي موقعت بهتا فيهم. اه. الحالة هذية قال لك المراد غشت وقالت الرجل اطلقني توتا وتوتوت سويتا روح لدار بابا على خاطر ما قاصلهيش في الفيرت كلاس في الفيرت كلاس في في الطيارة. والاخرة طلقت على خاطر تبينة اذا ثاني حالة اغرب طاليق. تبينة انه قاصلها الى القاهرة وهي حبت الى بلد اوروبي دونك صار الطاليق وهذا يا صايرق. محامين خرجوا وحكيوا عليهم في دول العربية اروا هذو مسائلين. انا يجو انطلق لك الزواج والي تنحسوا حاجة واليت يسير يعني تفهنا القيمة الزواج والرمزية متاع الزواج ومعنا الزواج اللي هو ارتباط مع ترابط تحكي عليه في القرآن العطاريبات مقدس اليوما ولينا نتعاركو على فياج ونتعاركوش بتقاسية بيمس ومقاسية ليش مش ميسنش. يعني واليت طيفة الحكاية وليت نحسها شريكا حلفها معاتش عرز معاتش شباب اختجين مطا بش تتقاسم حياتك ومع انسان ونتعاركو على سيغة صفرة وسيغة بيذة ومع شنوها ليه حتى سبب يكون مقنع معنا شنية قاهرة شبه القاهرة قاهرة المعز كي تلقوا خير كي تلقوا خير كي تلقوا خير كي تلقوا خير كنجي تعرف قاهرة المعز شتعد عليها رايكة نمر ربي هن يا هل جميع المهم مش هار العسال مش هار البريدو اللي متع العرس عاديوها في بلسا محلية تفهموا فيها رويحكم تحكيوا فيها برشة تعرفوا تبيع بعضكم المفيد كم لوحياتكم في العسال بارك فكرتي غنية حلوة برشة بتاع محا فايد محمد فايد اللي غنى اللي موين الناس غنية حلوة برشة قولها كان ايه نساك غرامي بقى لك جمعتين تعال اسمع كلامي ونجيب الدبلتين تعالى نبني توبة على توبة في عيشنا ودبلتين خطوبة بتجمع شملنا ويكون الليل سمعنا غنية حلوة معنا نبني توبة على توبة على عيش في عيشنا ايه معنا الحياة تلقى رأوا ساعات ربي يهني ولي عندهم صحيح انا هاني خدمتني معنا نلقى وربي يهني الناس كله وكل قدير قدره وربي هنا يفهمش كون دي معنا دي مغياش كبار وساعات طوام قبل عروسات ربي عنده ومشاء الله خير وبركة ومتهنين كل شيء وساعات ليه ساعات تلقى عارس في نهج في دراوين مسكرين باش منه منا ومنا ولا شار عسل وقدروا شيخين وفرحانين ربي هاني جميع المهمة في الهناء يقول صاحبي الفيدة في الهناء ولا من الكريسي يبدأ لحرس والله العظيم قلكم حاجة قبل العروسات عقبل نذكر الرجال كانوا يقفوا صف هاكا بها ما يوفى العرس قبل ليه ليه صف ويقبلوا لهناء معتنا ذاكر فعروسات عمومي وقبل معناه دو كنت شوفوا حاجة نقول حاجة زيدة وشنو ما الصف اذي نحبر وحد خاني نرقد ولا صف بش غير نكيبش يقولوا ربي هان ربي هان ويتعدي وصف كامل الرجال نحكي هان يخي اه كي كبرت فهمت إلي بالحق الزواج هنا قبل كل شي يعني الزواج ما هوش ليه لتعرس راه وللتعرس هذيك هتعملوا ومتعمليش ما يش بدل حد شي انتي اختيارات اما ما الزواج يبدا معناتها بالحق بعد الليلة هذيك موش هيجل الليلة هذيك وحكينا عليها دراسة لقتلك الأزواج اللي معناها صارت اختلافات كبيرة بيناتهم اللي صرفوا ملايين دولارات على عروساتهم بمقارنة بالعرس البسيط اللي هو يدوم اكثر واكثر فيه منيش بش نسايفكم على حكاية الاشخاص العصر بربي شنين رحكيه الاشخاص العصر اليوم انا بش نسألكو شي صحيح صحيح الاشخاص بعد ما تتعلم ليه ما عملتش روشيرش من بكري قلتلكم الاعصر يسمى الانسان القوشي اللي يخدم بالليسا ماشاء الله قلت هالكم ديجا ماشاء الله موسيما كتلبس الأسود راهو يلي بيكيه موسيما لون الحكمة لون الحكمة اي 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 لون الحكمة نحكي لكم اليوم عالى الاشخاص العصر واللي هما عاشرة بالميان من سكان العالم منيش بش نحكي عليهم ما نخش نحكي لكم على عبيد سامبل يكتبوا باليد اليسرى مايوش هذيه المشكل اللي حكي اللي حبيت نحكي لكم عليها اللي رحلة طويلة من العذاب عانيوا منها الاشخاص العصر اللي كانوا يستخدموا ايديهم اليسرى على خاطر قبل المجتمع مقبلهم شبتيتا في العصور القديمة كانوا يخافوا منهم ويهربوا كاريمون وعلى خاطر هما يكتبوا ويستعملوا اليد اليسرى ويقولوا اللي هما معناها مشعوذين وسحيرين والبلاسة اللي فيها شخص يكتب باليد اليسرى تلقاه واحده منفرد وما يحكي ما حتى حد وما يخالطوا حتى حد المعلمين زي ده في الولايات المتحدة الامريكية كانوا يعاقبوا العصر متليم ذا متاحهم ويجبروهم باش يستخدموا اليدين اليومنا المعلمين راهوا وقتها كانت نيتهم انهم تليم ذا اللي بش يكتبوا باليسار ماهمش بش ينشحوا يتفوقوا في دراستهم ما كانوش قام عليهم جس حابين مصلحتهم ميحسوا انه اللي يكتب بالليمين هو اللي بش يكون ناجح في دراسته دراسته هذية تعملت مؤخرا على 150 شخص تقول انه الناس اللي استخدموا ايديهم اليسرى كانوا اكثر قدرة على اجراء اختبار الذكاء من اصحاب اليد اليومنا وكان فيما برشا عوذمي في التاريخ كانوا عصر كما ارستو وزارة ليوناردو دافنشي اوبرا وينفري زيدا الامير ويليام بيل جيتس اه كانوا يستعملوا نواب نواب اخي وقاموا اليوم العالمي للعصر تعمل نهارتو التشقوت بش كما نقولوا احنا على خاطر العبيد هذوك ما اللي تعذبوا في قديم الزمان من جراء حركة وما تولدوا بيها معنا انجي جي جي تقول قبل انا لتوا الصغار مع تعمرك وما شفتوها الحالة ديدي ما نشوفه كي بدا صغير ما بدا يتعلم يكتب هو صغير هي شد صحة سيلو بلي سار تلقى بدتي بجنبه لين 62 مع تلتاوا يحبوا صغير ام يكتبو ميسي زدادى ميسي يكتب بليسار ميسي يكتب بليسار نوابه نوابه اي انو عندي بصحاب يكتب جوار الي سوق الي شوت بي ساق ليسار هو من أقوى الجوارات خطرو يلعب بالزوس طب هيعب بليمين وعبلي سار اغلبيت للو يميسين في اي سوبكتول بيانونة ويعزر بليسار وليسا. وقيت. خانمشي يا جماعة. الغنية وحكاية مع محمد الجبالي اليوم. ما بش نعرفه حكاية غنية. يا ذريفة طول امين جيت وتسويت في غنية وحكاية. غنية أنا حبها برشا وغنيتها في عدة مناسبات سوى في برامج تلفة زي وحتى في حافلات في تونس وخارج تونس. لكن أنا بدي اكتشفت سر الغنية هذي. غنية عندها سينين سينين سينين. تغنيت على الشاب فلسطيني هو مش من منطقة ديكة لكن يعني بحكم احتياجاته وحبي يخدم على روح كما اقوله. ومهنته النجارة. ولكن هو معروف بطول الفلسطيني عاي طول الفلسطيني ولكن طويل. وشاب يعني ياسر متربي ياسر متخلق ما يهزش عينه في حتى حد لا في عرفه ولا في مرأة. لكن احيانا بش يطل على عائلة متاع ويغيب فترة ويرجع. لكن بعد جاءت فترة وغاب لأسباب ما يعرفوهاش. فكل خلينا نقوله اللي يعني نساء من منطقة ديكة اللي يحبوا تفول ذاك الفلسطيني. خرجت بعض الكلمات الأشعار منهم يا ظريفة الطول. وقفتها اقول لك رايح على الغربي وبلادك احسن لك خايف يا ظريفة تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني أنا. وكان يلم فلوسه حتى في مرحلة ديكة وقتها وانو جمعها شوية فلوسه اخذها ما قدر من اسلاح بش يحاربوا يعني المحتل. ومن بعد اختفى فجأة تاني ما عرفوش الناس يقوله وتوفى نسيقوله مشا يرجع لأهله. فخرجت غنية يا ظريفة اللي غني هو بارشة فنانين. ويعني حتى الرحاب من وقتها غنيها آآ شاسمه اللي هو كان منافس للوديع الصافي آآ. آآ لا المطرب آآ طنب بعد فكر اسمه آآ بو شانابات آآ نسيت اسمه حاسين. فغنيها في آآ رانجمون آخر. تعاوضت الغناية دي يعني يمكن تقريبا ديفيرسيون معناها بلوزور فيسيون وعشرة يمكن حتى أكثر. الفيرسيون اللي اخترتها اليوم إنه التسجيل خاني نقول جديد وفيه فيه مجموعة مع الفناني اللي هو معروف. وانه يعني كانت فطرة ولازال يدور العالم ويختار من كل بلاد أغنى يعود يوزحها اللي هو حمزة النمرة. محلى صوته محلى صوته حلوه اختياراته. كانت عنده مهمة شو من حكاية لحكاية نمشيه حمزة النمرة كيفاش تعرف طول لتعرف بالريبيرتورم الخاص به. لكن كان معروف حمزة يدور العالم من كل بلاد أكثر غنية معروفة يعود يوزحها ويغنيها مع الجروب. دا يرحى يا ظريفة طول غنية معا جروب يعيشوا انوروب اسمهم ساول كارانتسات. مع جروب ياسر حلوين عاود هو سجلها. آآ فهذه حكاية يا ظريفة طول اللي وليت بالرغم هي كلامها راهو في وجيعة وفي فرحة لكن كينا غنية معنا فاهر جانب من الثورة. رفض المحتل آآ معناها لانو عندها حداير فلكلور هي معنا كي ترجع باش تحط كلمات تشكون تلقا فلكلور. فلكلور غنية انا بقى نفسي معنا الشخصية نحبها فنسمعوها غنية يا ظريفة طول بصوت حمزة نمرة. شسموها بصوت حمزة نمرة جوست بعد الاخبال شسموها بتوت سويت سينام شسموها كيم لا محمد كيم او. نحب نسموها كيم لا توني حنة توني حنة تيك سحب. داير فهم انفرسيون واخر معنا لتوني حنة عاودو عملو رجمو رجمو لكن محاضين على الكلمة يا ظريفة طول لكن في توزيخ. خنذكروا للمسلمعين بسوئلة الحسا اليوم ما سوئلة حسا يقول شنا ما غايس نجح حسب رايكم لكي تجابونا عا سوئل. والممثلة تونيسية مقيمة في مصر ساندي بيش تكون ذي فتنة اليوم عا في عتاين انتم ما تجابونا عالباش في ستوكتانا غاجو. يا فهم راجعين بعد الاخبار مكملين في كودنوف حتى للحديش خليكم راشي معنا. اشتركوا في القناة شكرا